بشكل متدحرج تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل رفضا لعزم حكومة بن يمين نتنياهو إجراء تعديلات على النظام القضائي هذه التظاهرات التي قد لا يتمكن المشاركون فيها من إسقاط الحكومة أو دفعها على إلغاء فكرة طرح التعديلات لما تحظى به من أغلبية في الكنيسة الإسرائيلية إلا أنها بدأت تدفع أعضاء في الأحزاب الائتلافية بالحكومة بالمنادات بفتح حوار بينهم وبين المعارضين خوفا من تعميق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي هذه التظاهرات وإن كانت شأن إسرائيلي إلا أنه هي فيها مصلحة فلسطينية من ناحية أن تكبح قوة التطرف في إسرائيل التي سيكون فلسطينيين دائما طرفا مرشحا لدفع ثمن سياساتها وإذا كانت مخاوف النخب العلمانية الليبرالية التقليدية من القوى اليمينية الصاعدة سياسيا واجتماعيا بعد هيمنتها على مؤسسات الدولة فإن ذات المخاوف بدأت عند الفلسطينيين الذين يعتقدون أنهم من يدفعون ثمن أي صراع داخلي في إسرائيل دون أن يخفوا خشيتهم مما قد تجلبه لهم التعديلات القضائية من سياسات إسرائيلية متهورة لن يؤثر ذلك على سياسات الحكومة بعض الأصوات من داخلها تدعو إلى الحوار مع المعارضة في قضية مثلا ما تسمى إصلاحات النظام القضائي لكن بالمجمل وجود الصهيونية الدينية والتيارات الحريدية في الحكومة يدفع باتجاهات قد تؤدي إلى الصدام في المجتمع الإسرائيلي على الأقل فيما يتعلق بمحاولة فرض الشريعة اليهودية على الإسرائيليين الذين منهم كثير لبراليون يرفضون الخضوع لهذا وبصرف النظر عن ذلك فإن الضغوط على حكومة نتنياهو تبدو آخذ بالاتساع خاصة مع انضمام كطاعات أخرى في المجتمع الإسرائيلي إليها مثل قادة صناعة الهايتك وكبرى مكاتب المحامى وأطباء ما يمكن أن يزيد القلق لدى المجتمع الإسرائيلي على مصير النظام السياسي في البلاد يبدو أن الصراع دائرة في إسرائيل قد تعدى الانتماءات الحزبية وحتى الصراع على الحكم إلى الصراع على النظام وشكله فيما التظاهرات الضخمة التي شهدتها تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى فإنها تعكس التصدع القائمة في المجتمع الإسرائيلي ومنذ سنوات بين المتدينين والعلمانيين لقنوات أبوظبي ماجد سعيد رامالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر